ميدانيا اسقطت الدفاعات الجوية للقوات الجيش الوطني طائرة هجومية مفخخة لميليشيات الحوثية الارهابية في مدرية رازح غرب محافظة صعدة اكد قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي ان قوات الدفاع الجوية التابعة للواء تمكنت من اسقاط طائرة هجومية مفخخة للميليشيات الحوثية اثناء محاولاتها استهداف مواقع قوات الجيش الوطني في جبهة رازح مضيفا ان هذه ليست المرة الاولى لمحاولة الميليشيات الحوثية وكما هو ديدنها في اختراق الهدى وتجاوزها لكل القوانين الدولية والعرفية والانسانية